اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول شي مهم رح نتكلم عنه هو موعد الاصدار وموعد اصدار التحديث رح يكون في تاريخ 23 سبعة 2019 يعني يوم الثلاثاء القادم اعطيكم زبد التحديث رح يكون بكرة طبعا بحكم خبرتي في روكستار غالبا غالبا روكستار تنزل تحديثاتهم من بعد الساعة 12 الظهر عندنا فاستعدوا التحديث رح يكون بكرة يوم الثلاثاء بعد الساعة 12 تحديدا قبل ما نخش في الدسم سؤال يا لهبيين تبغون بس لهبي مولع نظيف نستكشف فيله التحديث سويا وكذا او لا رح اطلع لكم تصويته الان صوتوا طيب خلونا نحلل التريلر بشكل مفصل اولا افتتحوا التريلر بالسبينينج ويل او اللاكي ويل هذه زي ما تشوفون حق الكازينوز المشهورة طبعا من هذه التريلر عرفنا رسميا انه السبينينج ويل رح تكون موجودة من داخل الكازينو بعدها رح نشوف هذه العملات اللي اسمها شيبس والشيبس هذه رح تكون العملة المستخدمة داخل الكازينو بالشيبس رح تشري بيها ملابس رح تقدر تلعب الالعاب تقدر تقامر كلها رح يكون بالشيبس هذه يعني بين قوسين الشيبس رح تكون العملة المستخدمة من داخل الكازينو طبعا في ملاحظة مهمة جدا الشيبس رح تكون بقيم واسعار مختلفة زي ما تشوفون اللون الاحمر عبارة عن 100 دولار شيبس اللون الاخضر قيمتها 5000 دولار شيبس اللون الاصفر 1000 دولار شيبس بينما الازرق 500 يعني رح تكون مختلفة على حسب لونها طيب بالنسبة لللكطة الثانية غالبا رح تكون من داخل الكازينو وهذا الشخص رح البدل السودة غالبا رح يكون الشخص اللي رح يعرفنا على الكازينو ومن داخل الكازينو وقالية العمل وغيرها وغالبا من وجهة نظري انا رح اشوفه هو المسؤول عن الكازينو من الداخل بينما الشخص ابو بدلة وردية هذا رح يكون شخصية اونلاي نية وفي هذه اللقطة في شي جذب انتباهي وهي الكاشير طبعا غالبا وظيفة الكازينو في الكازينو هو انه يحول الفلوس او انه يصرف الفلوس الحقيقية الى شيبس والعكس ايضا صحيح يعني انت خشية الكازينو كسبت عدد كبير جدا من الشيبس من الكاشير تقدر تحول هذه الشيبس الى فلوس حقيقية تستخدمها في جي تي اي اونلاين والعكس ايضا صحيح تقدر فلوس الجي تي اونلاين تحولها الى شيبس داخل الكازينو رح نعرف تفاصيل اكثر بمجرد ما ينزل التحديث وفي نفس اللقطة في سيارة لهبية مولعة وهذه السيارة هي سيارة رسمية جديدة رح تنزل لنا مع التحديث واسم هذه السيارة هو تروفادي ثراكس ورح نتكلم عنها بتفصيل كامل لاحقا وفي هذه اللقطة رح نشوف احد الالعاب اللي رح تكون من داخل الكازينو واتوقع تعرفونها رح تلعبها اذا جبت نفس الشكل ثلاثة مرات فانت فايز ورح تكون لك جائزة طبعا في هذه اللقطة رح نشوف صورة رسمية لخارج الكازينو وزي ما تشوفون انوار مولعة والدنيا فرايحية ورهيبة جدا وزي ما تشوفون ايضا اللوحة الاعلانية هذه اللي تعلن للكازينو وما يحدث فيه طيب في اللقطة هذه رح نشوفها من سطح الكازينو وزي ما تشوفون معظمهم ناس عاديين ونبي سيز ووفلاين لكن هذولة هم لاعبين اونلاينين لكن سؤالنا زي ما تعرفون حقين جراند يحبون الاذية فممكن يجيك واحد بالجيتس او الدباب اللي يطير ويجي يخرب على ذول الناس كلهم اللي جالسين في الكازينو مستانسين فهل روكستار عملت حسابها انو هل المخربين رح يجون يخربون على الناس المروقين او انو رح يكون فيه نوع من الحماية الخاصة بالكازينو رح نشوف بمجرد ما ينزل التحديث وايضا من هذه اللقطة رح نشوف انو في داخل الكازينو رح تكون فيه مسابح صغيرة ما ادرش اسمها بالضبط لكن من شكلها رح تعرفونها وايضا فيه مسبح صغير رح يكون خاص جدا بشخصيتنا الانلاينية ورح يكون فيه مكان برايفت وخاص طيب في هذه اللقطة رح نشوف المكان الخاص بيك والمكان الفي اي بي حقك يعني زي ايش اقول لكم زي المنزل حقك عرفتوا كيف لكن من داخل الكازينو والحلو فيه انه في له عدد كبير جدا من التعديلات والديكور والاثاث الفخم يعني تقدر تحط لك انوار خافتة تقدر تحط لك انوار من جهة ومن جهة تخليها مظلمة يعني المكان الفي اي بي حقك اللي في داخل الكازينو رح يكون فخم بشكل كبير جدا طبعا زي ما تعرفون التعديلات هذه رح تكون بفلوس ورح تزبط زي ما تبغى طيب الان رح نبدأ في الثقيل شوية في اللقطة هذه رح تشوفون الشخصيات الرئيسية لتحديث الكازينو وهذه الشخصيات رح تكون لهم قصة ومهمات تختيم نعم في تحديث الكازينو رح تكون في مهمات تختيم ورح تكون اونلاين مع لاعبين حقيقيين طبعا المهمات رح تضم اربعة لاعبين يعني ما رح تبدأ المهمة الا يكون معاك اربع لاعبين اونلاين طيب خلوني اعرفكم على الشخصيات اولا رح يكون مالك الكازينو مستر شينغ وهذا ظهر سابقا ترى في تختيم جي تي اي لو تفتكرون ظهر مع تريفر الظاهر ثانيا رح تكون منظمة العمليات داخل وخارج الكازينو واسمها اغاثا بيكر وبالنسبة طبعا دوره ماهو واضح بشكل الرسمي لكن غالبا زي ما قلتلكم رح يكون هو المنظم والدعم اللوجستي للكازينو والشخصية الرابعة رح يكون مترجم مستر شينغ وهذا رح يكون راح البدلة الزرقة زي ما تشوفون طيب في هذه اللقطة ممكن تتعرفون على بعض الشخصيات مستر شينغ واقاثا بيكر والمترجم لكن في شخص ظهر في جي تي اي فور وجي تي اي فايف ألا وهو بروسي طبعا هذا الظهر في جي تي اي فور وجي تي اي فايف وشخصيته جدا جدا مرحة وشخصية مشاغبة درجة أولى فأكيد في الكازينو رح تحصل بروسي لفلف ويشوف له شغلة من هنا ومن هناك طيب في هذه اللقطة رح تشوفون عجلة الحظ والجوائز واسمها بالانجليزي اللكي ويل طبعا رح تكون اللكي ويل مجانية للكل وعلى حسب كلام روكستار لكل لاعب دورة عجلة واحدة في اليوم دورة وحدة في اليوم لكل لاعب طبعا روكستار ما وضحت هل دورة وحدة في يومنا الحالي أو الحقيقي أو إنه دورة في يوم جي تي اي اونلاين إذا كانت دورة في كل يوم جي تي اي اونلاين فهذا يعني كل خمسة واربعين دقيقة رح تقدر تدور عجلة الحظ وكل خمسة واربعين دقيقة جائزة جديدة عموما شرحة لكويل جدا جدا سهلة دور العجلة ورح تكسب جائزة ممكن تكون سيارة ممكن تكون فلوس ممكن تكون ار بي وإلى آخره رح نفصل فيها لاحقا أيضا في داخل الكازينو رح تكون في ألعاب مصغرة ومختلفة زي مثلا مضاربات وماريو وزي كذا طيب في هذه اللقطة رح نشوف اللقطة عامة أو صورة عامة لألعاب الجامبلينغ في الكازينو وأيضا لو تلاحظون رح تشوفون بعض الجاكيتات والملابس الجديدة اللي رح تنزل لنا مع تحديث الكازينو اللقطة الجاية رح تخص مهمات تختيم الكازينو في هذه اللقطة رح نشوف مستر تشينغ ومترجمه إضافة إلى أغاثا وأربعة شخصيات أونلاينية إضافة إلى شخصين لابسين قبعات طبعا هذول الشخصين نقدر نسميهم الأشرار لهذا التحديث طبعا رح تصير معاهم مشاكل ورح تصير معاهم قصص وحوارات ومهمات لا نحرق أكثر من كذا عشان نستمتع في القصة في اللقطة الجاية رح نشوف أحد أنواع المقامرة في الكازينو ألا وهي المقامرة على الأحصنة وشرحها رح يكون كالتالي طيب عندك مجموعة من الأحصنة مرقمة من واحد إلى ستة اللي عليك إنك تراهن على أحدهم على أساس إنه رح يفوز فإذا فاز رح تكسب مبلغ معين وراح تفوز بالرهان وبالنسبة لهذه اللقطة أيضا رح تكون معا مهمات التختيم زي ما تشوفون أحد الأعداء رح يسرق سيارة الكازينو الجديدة أتروفادي واللي عليكم يا لاعبين الأونلاين إنكم تجيبون السارق وترجعون السيارة إلى الكازينو هذه أحد مهمات التختيم اللي رح تكون رهيبة جدا طبعا في عدة لقطات لعدة سيارات جديدة طبعا ما رح نفصل فيهم في هذا المقطع لكن رح ينزل لكم مقطع ثاني اليوم إن شاء الله رح نفصل في السيارات تفصيل كامل واللقطة الختامية للتريلر رح تكون للاعبين الأونلاينين يسترخون ومستنسين في المسبح ونهاية رح يجينا شعار التحديث الرسمي إضافة إلى موعد الإصدار الرسمي 23 جولاي طيب هذا هو تلخيص كامل ومبسط للتحديث بشكل كامل حين نعطيناكم يعني نبذة عامة إن شاء الله في الساعات القادمة رح نزول لكم مقطعين لهبية ورح نفصل في التحديث أكثر من ناحية كيف تكسف فلوس كيف السيارات وكيف أشكالها وإلى آخره طيب يا لهبيين شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن تحديث الكازينو لجي تي اي أونلاين طيب بكي وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة